والله أستاذ جبريل يعني الآن لو زرنا أغلب الدول في العالم هناك هوية لابد من المحافظة عليها لأنه محاولة لما تسافر أي دولة في العالم هناك هوية للدولة محافظة عليها بشكل كبير فأنا نحتاجها هنا في المملكة العربية السعودية وزي ما تفضلت أنا أكاد أجزم بأنه هيئة الترفيه وغيرها من الجهات الحكومية ترفض تماما رفض قاطع بأنه تمس العادات والتقاليد والأخلاقيات وغيرها من الأشياء هذا نتفق عليه جميعا عشان كذا نوجه رسالة من هذا المنبر لجميع شبابنا وبناتنا بأنه احتفل انبسط مارس حياتك بشكل طبيعي ولكن بحدودنا اللي احنا عارفينها وتعودنا عليها وتربينا عليها وتحرص عليها الدولة تحرص عليها الحكومة أيضا طيب عويد يعني أنتم كمرشدون كمرشدين سياحيين هل يمكن مثلا أن يستفيدوا من بعض أرائكم في المؤسسات السياحية المختلفة سواء التابعة لوزارة أو لهيئة السياحة أو التابعة لهيئة الترفيه كيف يمكن وكيف أنتم أيضا تتلقفون الآراء من الناس في الشارع سواء ضيوفنا من خارج المملكة أو أبناءنا الذين ترشدونهم في بعض المناطق السياحية التي تكونون فيها حقيقة وزارة السياحة يمكن بأننا كمرشدين سياحيين تابعين لوزارة السياحة هناك تواصل مستمر مع وزارة السياحة عن طريق بعض السيرفيز التي تكون بيننا وبين وزارة السياحة وغيرها من التفاصيل التي تكون موجودة بشكل دائم وحقيقة وزارة السياحة قاعدة تقوم بجهود جبارة وجيدة في هذا المجال بالنسبة لهيئة الترفيه أنا أتمنى حقيقة أنه هيئة الترفيه تعمل اجتماع مثلا مع المرشدين السياحيين أو يكون هناك شراكة بين وزارة السياحة وهيئة الترفيه يستفيد منها المرشد السياحي في التواصل مع الجهات الحكومية بالنسبة للأجانب الذين يحضون المملكة العربية السعودية فأحد الأشياء أو الأمور التي يجب أن أقولها أنا كمرشد سياحي هما يهمهم أن يروا البلد يعني لما يجيك أجنبي ما حيدور على بورغر مثلا حيروح يدور على الأكل التقليدي السعودي وقس عليها الأشياء الأخرى هما يبحثون عن العادات والتقاليد والثقافة السعودية بعيدا عن الثقافة الأجنبية اللي ممكن تكون موجودة عندهم هما أصلا فدائما يحرصون على أنه يزورون بعض الأماكن التاريخية بعض الأماكن الشعبية يجربون الأكلات الشعبية هذه كلها من الأشياء اللي ممكن الأجانب بشكل كبير يحرصون على أنهم يوصلنها